اشتركوا في القناة 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 على خلود اشتركوا في القناة 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 بسم الله. صارت الساعة عشرة. هل سمع هذا رح يجئ. يا الله. شباب اول موضوع رح اشرح هو موضوع موضوع اسمه باللغة العربية الماضي المستمر. زين? الماضي المستمر شوفوا ما زال اسمه زمن. زمن الماضي المستمر خلوا نقول زمن. او صيغة الماضي المستمر. ما زال اسمه زمن معناها شنو? معناها بثلاث حالات. ركز وياي هذا الكلام يفيدك من نص Nickel расischerator ما تتخيل. زين? مقدر اصددت تعاليق لان لازم اروح على اليوتيو او على تيك туك وهي شي تطلع الشاشة قدامكم اخرج. ف Military can dance. وتركوا تعاليق ايدك على المشاركة اللي لجماعتك المحتاجين. وكاب سنه واصلوه لنا مدري محدد حتى يسعد البت للمحتاجينه. زين? الماضي المستمر بثلث حالات. الحالة الاولى هي حالة الاثبات. تمام شباب حالة الاثبات زيان هاي الحالة نسميها الحالة الاولى حالة الاثبات شنو المطلوب منك انت بحالة الاثبات شنو يعني السآني اليوم جاني سؤال بالماضي المستمر شنو هو الاثبات اول شغلة تحتاجها بحالة الاثبات واول عنصر بالجملة باللغة الانجليزية هو شنو هو الفاعل شا اسمه الفاعل باللغة الانجليزية اسمه سبجيكت راح نرمز له بالحرف S هذا اسمه فاعل خاف يجي يوم وعد يقول لك شنو فاعل يقول له subject زين إذن أنا لازم أول ما أجيب أجيب شي اسمه الفاعل حلو بعد الفاعل أحتاج إما وظ وإما وير بعد الفاعل أحتاج إما وظ وإما وير السؤال إليك باحتمال يجيك اختيارات أنت أول ما توسط إيش وقت تختار الوظ وإيش وقت تختار الوير شفت الفكرة إيش وقت تختار الوظ إيش وقت تختار الوير زين هاي الوظ والوير شباب هاي الوظ والوير تعتمد على منه حتى تختارها تعتمد على الفاعل هذا الفاعل أول عنصر بالجملة هو اللي يخليك تحدد أنت تختار وظ والوير لو تختار وظ لو تختار وير أنا عمق القلمة شوي حتى تصير واضح زين فتجي للفاعل هذا الفاعل تجي تشوف شو تشوف إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت هي شي إت أو اسم مفرد هي شي إت اسم مفرد هذول شي يريدون يريدون تأخذ لهم منه منه اللي معاهم معاهم الآي لا تنساها شو خليت الكياب الأحمر إذن الهي والشي والإت واسم المفرد يأخذون منه يأخذون واس زي والذي والذي والوي شوف ذي إذا جاك ذي أو جاك وي أو جاك يو أو إجاك اسم جمع اسم جمع هذول شي يريدون لا هذول ما يريدون واس هذول يريدون منه يريدون وير حلو هس أنت عرفت أنه إذا جاني هي شيئة اسم مفرد والآي أخلي لهم واس ذي ويو اسم جمع والاسم الجمع شي يأخذون ويأخذون وير زيان بعدها بعد ما أعرفت أنت شو وقت يجيك الوز والوير رح يجيك فعل هذا الفعل يا شباب بالماضي المستمر لازم يكون ينتهي ب آي آي آن جي هسه ثلاث معلومات أول عنصر فاعل بعد الفاعل تخلي لو وز لو وير بعدهم الفعل لازم بي آي آن جي ما تقبل قلط زيان جبت لك سؤالان اليوم كاتب لك ذي شوف لي الذي بين قوسيا مخلي لك الفعل go هذا الفعل go حلو وبعد القو مثلا كاتب لك تو بصرة مثلا هيتش هذا من عندي مثال من عندي بس أوضح لك فكرة مهمة تو بصرة إش كاتب لك بيان قوسيا كاتب لك past continuous شنو أقصد بال past continuous past continuous أقصد بي حول لي هاي الجملة إلى ماضي مستمر أنت رح تذكر كلامي شو تقول تقول أول شي أجيب الفاعل من الفاعل الفاعل ذي صح نزلت الذي أول عنصر بالجملة هو الفاعل الذي ما عندي مشكلة لا خطأ مم ما تقلب اللي عنت ركزوا إياي بعد الفاعل شباب شوفولي بعد الفاعل إش نحتاج هذا الفاعل إش نحتاج بعده لو وز لو وير الجملة بيها وز وير شوف لي السؤال أكو وز و وير ما أكو إذن أنا لازم أجيب لأن أنا يعرف أن أنا بالماضي المستمر الذي تأخذ بعدها لو وز لو وير زيان سؤالي إلك الذي إش تأخذ الذي تأخذ وير إذن رح أقول ذي وير ذي وير زيان وراها شأجيب أجيب فعل لازم ينتهي ب آي أن جي آي أن جي إذن شأقول ذي وير قوين ذي وير قوين القو مو كانت قو هي هاي القو شح حطيت لهاني حطيت لها آي أن جي فصارت ذي وير قوين حطيت آي أن جي حلو هذا نوع واحد من النوع الأسئلة فإذا قال لك باست كونتيني وز يعني ماضي مستمر اتطبق هاي القاعدة رح يطلع عندك الحال صح فاعل وتشوف الفاعل هو من جماعة الوز لو من جماعة الوير حتى تختار زيان هذول الوز والوير رح يرجعون لنا بكل الحالات لا تنسونهم خلوهم ببالك زيان هسا عرفنا شوان نحول الجملة إلى ما هذا مستمر نقطة أخرى ممكن نجيب لك اختيارات كاتب لك آي بين قوسيا وز لو وير مثلا ريدينج لا مو حفظ فهم ما نقدر نقول قاعدة حفظ قاعدة فهم زيان يقول لك آي واز لو وير ريدينج أنت لازم تختار أنت جي تفكر ما تيجي تدور هذا ش موجود هنا وهي التفاصيل لا 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 تركيزك وين الوز والوز حسب منه حسب الفاعل الفاعل منه أول كلمة بالجملة أول كلمة بالجملة فأنا وين أروح آجي على الفاعل منه هذا الفاعل آي الآي شي يريد يريد وز الآي شي يريد يريد وز فش راح أقول آي وز آي وز الرهيق المختوم خطأ آي وز نوت آي وير آي وز شوفوا الآي هاي الآي قدامنا تأخذ وز حلو هس أعرفت آني شو أكتب تختار والزوار وعرفت شون حول الفعل إلى آي إن جي أستاذ أكو دلائل لا بالمضارع المستمر الماضي المستمر العفو ماكو دلائل أنا أقول لك ماكو دلائل هس أقول لك ليش من نصر الموضوع اللي بعده زين هذا الحالة الأولى شسم هذه الحالة إثبات شنو معنى إثبات شباب هاي الإثبات شنو معنى الإثبات الإثبات يعني أنا جاي أنطيك خبر إعطاء الخبر يعني مثلا هاي الجملة ذي هم كانوا ذاهبون إلى البصرة وهاي أنا كنت أقرأ جاي أنطيك خبر زين هس وين نروح وين نروح الروح الروح لشي اسمه يعني شنو نيكتف شباب يعني نحول الجملة إلى نفي زين شنو نفي بالعربي بالعربي هس أستاذ قلت لك شنو معنى نفي تعرف النفي هو تكذيب الخبر عليكم السلام تكذيب الخبر نيكتف يعني نفي تكذيب الخبر يعني قبل شوية قلت قلت أنا كنت ذاهبا إلى البصرة شنو كنت ذاهبا إلى البصرة بالنفي أكذب الخبر يعني شاقول أنا لم أكن ذاهبا إلى البصرة لم أكن ذاهب حلو معتش نترايح بالثانية قلت أنا كنت أقرأ أنا كنت أقرأ زين هس أش راح أقول أنا لم أكن أقرأ يعني أكذب الخبر زين هذا النفي زين شنو قائدت النفي اللي تنطيني يا أستاذ وتفضلي هاي المشكلة راح أقول لك نضاع نضع يعني نخلي منه not نضع not هاي الكلمة and or t وانا خليها بعد الwas والwhere انت مو عندك بالجملة was او عندك بالجملة where تخلي بعدهم منه تخلي not خلصنا هاي هاي النفي يعني لعب عليك النفي صعب لا لا الانجليزي بتجيب انت يمي يعني مثلا سأنا جبت لك هاي الجملة مكتوب i i was i was reading انا كنت اقرأ i was reading a story كنت اقرأ قصة i was reading a story نقطة بيانقوسيا هو هين الحجي شيطل منك بيانقوسيا يقول لك negative يعني شنو negative نفي لازم انت تعرف شنو يقصد بهذا البيانقوسيا قصده يا عزيزي يا حبيبي هاي الجملة هاي البلا سود حولها الى نفي حولها الى نفي شون حولها الى نفي انا شعلمتك هاي القاعدة قدامك شكايل لك هاني نضع ناط منو ناط هاي الكلمة وانا اخليها بعد الوض والوير خلنا اقرأ الجملة مكتوب i ما لا علاقة بيها شلقيت بعدها لقيت بعدها وص هاي الوض هي مفتاح الحل هاي الوض هي مفتاح الحل راح اجي واخلي بعدها ناط بس ما تسوي كل شي يعني هسا انا لدي نسوي دية جملة نفي شا سوي لي يا شباب نفسها راح اكتبها نفس هاي الجملة شوف نفسها راح اكتبها حتى ما راح اكتبها راح انسخ نسخ نفسها كتبتها اللي تغير شنو اللي تغير انه انا بعد الوض خليت كلمة ناط خلاص صارت i was not بس اذا حتى حاولت جملة ايلا انا في شا سوي شباب نضع ناط بعد الفعل المساعد شاركت البيث نضع ناط بعد الفعل المساعد شاركوا البيث شباب زيان جملة اخرى قبل لا اقول لك حول لي هاي الجملة ايلا انا في قبل لا اقول لك حولها ايلا انا في منو يعرف ليش خلينا وير منو يعرف ليش خلينا وير ليش ما خلينا وز الوضو الوير حسب منو حسب حسب الفاعل حسب الفاعل شفتش شون فهينش راح يصير حسنا مطلوب منك شنو بين قوسيان مكتوب نيكتف يعني شنو نيكتف يعني حول الجملة ايلا انا في يا جملة هاي الجملة شا سوي لها حولها ايلا انا في شون احولها ايلا انا في جيد جس جيني لوجود جيد شون احول الجملة ايلا انا في راح اخلي منو ناط وين بعد الفعل المساعد راح اخلي ناط بعد الفعل المساعد حلو منو الفعل المساعد يلا منو الفعل المساعد شباب منو يعرف الفعل المساعد الوير جود فإذا ش راح اقول راح اقول ذي نفسه وير نفسه الوير راح اخلي لها منو ناط ذي وير ناط بلاين جود الروح يقل مختوم ذي وير ناط بلاين كتنس شنو الصعب بالموضوع ماكو اي صعوبة ماكو اي صعوبة شباب فالفكرة شنو انو انا تعلمت شغلة جديدة انو الوزو الوير حسب الفاعل والفعل المالي لازم بي اي ان جي جاي تلاحظ اي اي ان جي الفعل لازم بي اي ان جي لازم اي ان جي هاي وحدة زيان النقطة الثانية شنه منريد حول الجملة الى نفي شا سوي نضع ناط بعد الفعل المساعد حفظها حفظها هي شنو نضع نطبع ترفع المساعد خلاص زيان بقى وين بقى عندنا الحالة الثالثة من موضوع منه من موضوع الماضي المستمر الماضي المستمر من هو الكواصشن شنو كواصشن عفية الكواصشن يعني السؤال شنو حول الجملة الى سؤال قاعدة بسيطة ابسط من مالت الناط شكرا احمد قاعدة بسيطة جدا شنه شي يقول يقول نحول ارجع ارجع نحول المنو الواز هاي الواز والوير وين نحولهم نحول الواز والوير قبل الفاعل هي وين كانت هي مو كانت بعد الفاعل أنا راح حولها قبل الفاعل ونضع علامة استفهام لا تنساها ونضع علامة استفهام خلي نشوف احنا بالطبيعي راح نلق الجملة الواز والوير بعد الفاعل احنا بالانجليزي نمشي بالتجاه اليمين ايش ايش نمشي فهذا فاعل وهذا بعد وزو وير بالسؤال هاي الواز والوير اشيلها واخليها بالبداية بس اي نعم بس يعني تخيل اشيل الواز والوير اخليهم وين بالبداية صارت جملة شنو صارت جملة سؤال يعني هسا دعجبت لك جملة ننفسها مع ذي كاتب لك ذي لحظة بس خليك تبها على راحتي انقول ذي هاي ليهش ذي هاي عليكم ذي وير ريدن كانوا يقرؤون they were reading a story شا اريدها منك اريدها منك كوستشن شنو كوستشن يعني سؤال اصحيش تنكتب كلمة كوستشن هتخاف تشوفها بالامتحان كوستشن يعني قصدو حول الجملة الى سؤال اذا تريدت حول الجملة الى سؤال تريدت حول الجملة الى سؤال شا سوي شا اتفقنا شا اتفقنا هاي القائدة البسيطة نحول الوضو الى قبل الفاعل بسيطة احول الوضو الى قبل الفاعل منو شا عندي انا بالجملة عندي منو عندي وير هاي الى بسهولة اشيلها خليها بالبداية وبلا خير اخلي علامة استفهام وصار الجملتي سؤال ارجع اكتبها الكتابة اذا هي مو كانت they were راح تصير where they كانت they were شا راح تصير where they بس لحظ لي هين شغلة اذا يعبنا ببداية الجملة من صارت بالوسط شوف صارت صارت سؤال حتى باللهجة where they reading a story where they reading a story هل هم كانوا يقرؤون قصة وعلامة الاستفاة فبسيط جدا موضوع الماضي المستمر بسيط جدا ما تشيلهم موضوع اسمه الماضي المستمر تمام شباب فهس شنو عرفنا الماضي المستمر عرفنا الماضي المستمر عرفنا انه بيوزوا وير والوز والوير شنسوي لها نخليها حسب الفاعل المفرد ياخذ وز والجمع ياخذ منه ياخذ وير بالنفي نخلي نوت بعد الفعل المساعد يعني بعد الوز والوير بالسؤال نحول الفعل المساعد وين قبل الفعل هذا بالنسبة للماضي المستمر سؤال أنا أجيب لك ياه كاتب لك جملة مثلا ياسر was playing alone ياسر كان يلعب وحيدا ومو ياسر سايمون اللي كان يلعب وحيدا alone زين نقطة هاي الجملة إذا بدأ حولها نفيش أسوي له رح أجي على الوظف بدون ما تأعب نفسي لو كان طول الجملة متر ما تشيلهم رح أجي على الوظف شا سوي له إذا أريدها مني نفي شا سوي له شباب نضع النط بعد الفعل المساعد إذن هنا أنا رح أخلي منه رح أخلي نط حسوني هذا الصف الثالث متوسط وموجود صف الأول متوسط وأيضا موجود بالثالث متوسط إذا أنت ما فهم هذا الموضوع نفسه ترى زين من أريد أحول هاي إلى سؤال شباب شا سوي هاي الوظف أخليها وين خليها بالبداية يعني أنا بس أخلي الوظف بالبداية رح أصبح جملة سؤال بس تخيل يعني شكرا بسيط تخيل يعني هاي الجملة إثبات من حولتها إلى نفي شخليت خليت بعد الوظف منه كلمة نوت شنوع آيشة شفت شلون إذا أريد أحول الجملة إلى نفي شخلي أخلي نوت وين أخليها بعد الفعل المساعد من هو الفعل المساعد الفعل المساعد هو منه هو الوظف من أريد أحول الجملة إلى سؤال شا سوي بالجملة أخلي الوظف بالبداية يعني هي الشغل وين الشغل رح يكون على الوظف والوير هيج هاي خلصنا منها نروح وين نروح الموضوع آخر بالأول متوسط بالوحدة الأولى اللي هو موضوع اسمه منه المضارع البسيط مهم جدا present simple present simple لا خلولي الماضر بسيط بعد شوي يعني الماضر بسيط حتى ما تخت جوان تقول ترتبكون بين اسمين ماضي بسيط وماضي مستمر وشوي خربطة زي هذا أول متوسط شباب نخل نشرف شاي ونتسولف شباب إنشاء لازم حافظه من تروح للمتحان لازم حافظ القصص مو تروح بس تدور قواعد ترى القواعد كلها عشر درجات زي القواعد كلها عليها عشر درجات فإدرس دراسة كاملة إدرس القطع إدرس الإنشاء إدرس التمارين اللي موصيكي عليها الأستاذ وبعديا تعال درس القواعد القواعد التعب أنا أقول لك يا القواعد التعب أحفظ الحفظيات أسهل لك زي القصص عليها عشرين درجة والإنشاء عليها عشر درجات هاي ثلاثين إذا بيش شوفه حصل لك عشرين تنجحت قطعة خارجيها متجاوبة تنقيض ناشر التنقيض عن كل الصفوف باليوتيوب الأستاذ نكتر حسن كتب التنقيض شكرا عبودي زي هسه شنو المضارع البسيط المضارع البسيط زي المضارع البسيط شنو هم زمن من أزمنة اللغة الإنجليزية رحظة خلا متعدل شغل يرد لها قعدة اي بيدلال عين عن بيدلال قاعدته هم بي ثلاث حالات إثبات ونفي واستفهام قاعدت الإثبات شنو قاعدت الإثبات شنو شباب الإثبات يقول لك أيضا أنا بالبداية لازم أحتاج إلى شنو إلى فاعل إحنا قلنا باللغة الإنجليزية دائما الجملة تبدي منه تبدي فاعل شا اسم الفاعل؟ سبجكت ليش ما يتعدل الخط لحظة يبدي فاعل بعد الفاعل بعد الفاعل خذ راحتك بعد الفاعل عندي فعل وهذا الفعل ركز ويعي هنا الشغل مرات ينتهي بأيس ومرات لا مرات يجي فعل مجرد ومرات يجي فعل بأيس هين تركيزك علي أكثر من أي وقت شننت مركز لأن أكو قاعدة راح تخربط الطالب صراحة اللي هي قاعدة إس الشخصة الثالثة ركزوا إياي جاي يقول عني جاي يقول بالمضارع البسيط مرات الفعل ينتهي بأيس شكرا صالح كافوا يا عمري عاشق الحسين يا عمري تسلمون شكرا على الدعم ربي أحفظك لا تكلف نفسك زي بعد هذا راح نجي على الأيس دي شو كتن خليه وشو كتن ما خليه عندي شي اسمه تكمله عندي شنو شي اسمه تكمله انتهت الجملة هذا شكل جملة المضارع البسيط بحالة منو وبحالة الإثبات ركزوا يعني أول نقطة نجي على هاي الأيس شنو قصته هاي راح تخربط تخربط الطالب ليش تخربط الطالب لأن الطالب متعود على أنه الأيس مع الجمع مو صح الأيس مع منو مع الجمع فهاي مهمة فهاي مهمة الطالب ايش راح يقول راح يقول الأيس مع الجمع أنا مني شوف فاعل جمع راح أخلي أس لا هاي الأيس أوكي تعتمد على الفاعل تعتمد على منو تعتمد على الفاعل بس اسمها اس الشخص الثالث يا اس اس الشخص الثالث إذا هذا الفاعل هذا الفاعل شنو من فاعل هي أو شي أو ات أو اسم مفرد جاي تلاحظ هي شي ات اسم مفرد شبيه هذا لازم الفعل ما أنه ينتهي باس قبل لا أخربطك قبل لا أخربطك إذا جبت لك سؤال كاتب لك هي play low place ش تختار حسنا ما راح أكمل الجمل اللي وراها شقوش ماكو لأ بس play low place انت تعتمد لي على الفاعل هذا الفاعل هذا الفاعل اللي هو منو هي هاي اللي هي ش تريد تريد فعل بي اس صح صح فما زال فعل بي اس لازم اختار place جيد يا رب يوسف جيد يا رب يوسفي شنوه ولا طلع معدل 95 إن شاء الله يوسف الإنشاء المهم الإنشاء المهم شباب بنقول عيد الفطر عيد الفطر مهم زيان هسا شفت اهمنا افتهمنا إنه احنا من نختار play low place مو بكي افنه لأ شباب نختار play وال place حسب منو حسب الفاعل فإذا كان الفاعل هي شيئة اسم مفرد راح اختار فعل يحتوي على اس زيان وشفتوا هذا المثال اختارينا place زيان أما إذا جاني الفاعل ذي أو يجاني وي أو يجاني يو أو يجاني آي شوف الآي مع منه الآي مع الجمع الآي واسم جمع هذا ولا يريدون شنو من فعل يريدون فعل مجرد راح يسأل طالب من الطلاب يقول شنو معنا مجرد راح أقول له فعل خالي من الإضافات شنو فعل خالي من الإضافات يعني ما بي لا اس لا اي دي لا اي ان جي خالي من الإضافات تمام تمام فش راح أقول شنو معنا مجرد أي والله هي شيئة اسم مفرد فعل بي هاي ذي وي وآي اسم جمع حسن نسأل انفسنا قبل لا نعبر على التفاصيل الثانية قبل لا نعبر إذا كتبت لك ذي بعد الذي منطيك اختيارين قو لو قوز اشتختار حسب منه تختار تختار حسب الفاعل الفاعل وين تلقيه أول عنصر بالجملة زي بما أنه أنا عندي ذي هاي الذي اشتختار لها مجرد لو بي اس شباب مجرد لو بي اس شوف الذي اشتاخد تاخد مجرد منه المجرد الخالي من الإضافات فإذا راح اختار جو زي مثال آخر جايب لك الجملة هاي كاتب لك ياسر ياسر زين ورا ياسر كاتب لك ريد وكاتب لك ريد وبرأيك ياه الصح ريد وريد وبرأيك ياه الصح حسب منه اختار قلنا نحن نجعل فاعل هذا الفاعل منه مكتوب ياسر ياسر تعتبروا لي اسم مفرد لو اسم جمع اسم مفرد لو اسم جمع ياسر اسم مفرد بما انه اسم مفرد لازم الفاعل شبيه لازم الفاعل بي اس فإذا أنا راح اقول ياسر ريدز ياسر ريدز وصلت الفكرة إذا حسب الفاعل راح اختار حسب الفاعل راح اختار زيان هسا احنا خلصنا من هاي التفاصيل وعرفنا شو وقت نختار الفاعل بي اس وشو وقت نختار الفاعل مجرد زيان وممكن يجيب لك صحح ممكن يجيب لك صحح شي يقول لك مثلا كاتب لك هي وبيها نقوسيا الفاعل بلاي احنا متفقين انا وانت اذا جانا بلاي لازم نخلي لها اس مو هو كاتب لك هي بلاي ما هو كاتب لك بلايس كاتب لك بلاي تنس بس هناك كاتب لك كلمة ركز لي على كلمة ايفري شكت تقدر ايفري داي نقطة كوريكت يعني شنو كوريكت يعني صحح منو انت اللي صحح زيان استاد انا شا صحح اتصحح للبيان قوسيا شا تصحح البيان قوسيا من اقول لك صحح معناها البيان قوسيا خطأ شفتش قلت من اقول لك صحح كوريكت معناها البيان قوسيا شبه خطأ زيان اذا هو خطأ الصح هل اقول مثل قبل شوية بالماضي المستمر قبل شوية بالماضي المستمر شنو نقول نقول هذا صح لا اضيف له ايدي يسوي ماضي بلايت لا اخليه هو ما هو بلاي لا اضيف له اس هنا رح يجب بالك اليشانب يا موضوع استاد هاي الجملة شو نعرف انه انا بالمضارح البسيطة اللي يريد اس شو نعرف بهيج حالة لازم افكر بشغله انه هاي الكلمة البالاخضار كلمة ايفري ذي دليل للمضارح البسيط شو ني دليل للمضارح البسيط يعني من اشوف ذي الكلمة انا بالمضارح البسيط خلاص جيد يوسف جيد من كلمة ايفري عرفت انه انا بالمضارح البسيط اذا لازم اختار اصحح الفعل حسب قاعدة المضارح البسيط اللي هي هاي شون اصحح اذا الفاعل واحد من هذول مجرد اسوي الفعل واذا الفاعل واحد من هذول لا رح اسوي الفعل بي اس هاي الفكرة بس شون تعرف انك بالمضارح البسيط من كلمة ايفري يعني اليوم جبت لك دية جملة نفسة بس سألتك سؤال انت بيا زمن رح تقول هاي بالمضارح البسيط ش مدريك لان موجود كلمة ايفري وصلت زي هسه وانا الروح الروح الحالة الثانية اللي هي شنو يعني نيكتف النفي هسه عد نرجع لكم على فتشغلة مهمة اسمها ظروف التكرار بعد ما نكمل النفي والاستفهام نيكتف هم بالمضارح البسيط طبعا حتى تصير هم تعتبر مراجعة زيان نيكتف يعني نفي انا وانت اتفقنا انه اذا اريد حول الجملة الى نفي قبل شوية بالماضي المستمر نضع نطس بعد الفعل المساعد نضع نطس بعد الفعل المساعد المشكلة وين المشكلة هسه انا ما عندي فعل مساعد اذا تجي للجملة فاعل وفعل مجرد وتكملة ماكو فعل مساعد فهين اخلي النطس هل اجي اخليها مباشرة تنهيج خطأ خطأ فبهيش حالة لازم انا اعرف شون احول الجملة الانفي بالمضارع البسيط يعني صار عندك زمن الماضي البسيط المستمر من تريد حول الجملة الانفي اتخلي نطس وين اذا اكو واض اتخليها بعد الواض واذا اكو وير اتخليها بعد الوير اما هسه لا شوف قاعدة النفي شنو شباب ركزو يا قاعدة النفي انه نجيب الفاعل هذا النفي شنجيب نجيب الفاعل بعد الفاعل راح يجينا شي اسمه دو او يجينا شي اسمه دز من قدنا نجيبهم يعني ذول ما راح تلقيهم بالجملة جاي اقول مو تروح الدور لهم لا ما موجودين انت تجيبهم واسفوا لك اش وقت تجيب الدو واش وقت تجيب الدز بعدهم تجيب كلمة نط اللي هي النفي احنا مو قلنا الا الى كو نط حتى تصير الجملة نفي هي النط لازم تجيبها انت من ين تجيبها يعني من اقول لك نيغاتيف تعرف انه لازم اقو كلمة نط زيان بعد هاي النط شو ش تجيب تجيب فعل الجملة بس تحوله الى فعل مجرد لحظة استاذ يعني شنو مجرد يعني اذا كان بي اس نحذفه بالنفي اذا كان الفعل بي اس ش رح نسوي نحذفه ووراها اجيب التكملة تكملة الجملة المشكلة وين المشكلة الطالب رح يحير انا شو وقت اختار الدو وشو وقت اختار الدز شو وقت اختار الدو وشو وقت اختار الدز الدو والدز حسب منه هم حسب الفاعل ونفس الفكرة نفس الفكرة الهي والشي والإت واسم المفرد مو ياخدون فعل بي أس مو هم نفسهم ياخدون فعل بي أس اللي هو همين منه من الفعل بي أس الدولو والدس الدس ياخدون الفعل بي أس الدس والذي والوي واليو واسم الجمع ياخدون الفعل اللي ما بي أس المجرد اللي هو الدو فنفس الكلام إذن الدو والدس أخليهم حسب منه حسب الفاعل يعني هسا دا جبت لك اختيارات قبل لا أبدأ بالنفي اختيارات شكاتب لك أنا بالجملة بالاختيارات كاتب لك ذي ذي هاي الذي جايب لك بعدها اختيارين دو ناط اختيار أول لو داز ناط الشون تختار انته مو بكيفك حسب الفاعل الاختيار حسب الفاعل شكرا سيدرا ذي دو ناط لو داز ناط بلاي مثلا انت ش راح تسوي راح تجدري تختار اتباوع لي على الفاعل الفاعل من يا جماعة مجرد لو شوف ذي مجرد لو بي اس لا مجرد اذا دو اذا ريد بي اس اختار له داز هيج زين فاذا راح اختار منه راح اختار دو ناط هاي اول نقطة زين ارجعك عاد الشون اذا انت تريد تنفي جملة شوفوا لي هاي الجملة شباب شكاتب لي كاتب لي هالا 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 شنناخد كمس هالا كمس توسكول كمس توسكول هالا تأتي الى المدرسة كمس توسكول باي باس بالباس شي يريد احاول الجملة الى نيجاتيذ نيجاتيذ انا هين راح اختار ماكو الزوير حتى خلي نوت لازم انا جي من عندي لو دو لو داز حتى مع تعبك راح امطيك مفتاح للحل ابسط من اللي هسيتم تشرحه شنو هو هذا مفاعل وهذا شنو هذا فعل شقلك عالفعل تجي لي عالفعل اذا الفعل بس دحق ويع ويع اذا الفعل ينتهي باس خلي قبله داز وحط الها نوت تصير داز نوت هذا ذا الفعل شنو ينتهي باس بس من تحط داز نوت شا سوي للاس تحذفه حلو اذا الفعل شنو مجرد خلي قبله دو وحط الها نوت تصير دو نوت وهو مجرد بدون اس فهمت هيش فهمت ما فهمت عن طبق القاعدة ما عدنا اي مشكلة اول شيش يحتاج بالنفي احتاج الفاعل منه فاعل الجملة هالة كتبته بعد هالة نحتاج اما دو واما داز اذا انت ما تعرف اذا انت ما تعرف تعال للفعل اذا بي اس خلي داز اذا ما زال بي اس رح خلي داز شي خلي بعد الداز اداة النفي منه هي النوت داز النوت بس من اجي اكتب الفعل لا لازم احذف الاس ما اكتب كمس دير بالك تكتب كمس وتكمل الجملة طبيعية to school by the bus to school by the bus اذا شنو جصار عندي اهم نقطة تفهمها بالاثبات الفعل بي اس يرغم بس من يصير نفي ما يصير بي اس تحذف الاس يعني هسا تجبت لك اختيارات انا كاتب لك اختيارات كاتب لك اي دو نوت حلو اي دو نوت اي دو نوت ما زال اكون فيه يعني منو جو مثال اخر حتى يصير بي خربطة راح اقول لك شي شي دو نوت شي دو نوت بلاي لو بلايس شي دو نوت بلاي لو بلايس يلا انا وانت راح يجي الطالب الذكي يقول هادي الشي تريد فعل بي اس اختار بلايس لحظة يا حبيبي ما زال اكون فيه لازم الفعل شبيه يرجع نحذف الاس مجرد ما زال اكون فيه شنو ما زال اكون داز شنسوي للايس نحذفه فقاعدة نختصرها بكلامنا شنقول هادي سوي قاعدة للنفي نحن موت شنن نقول نضع نوت لأ هالمرة نضع اما دو نوت واما داز نوت وين نحطهم منو يعرف الدو نوت والداز نوت بين الفاعل والفعل بين الفاعل والفعل منو الفاعل هالا منو الفاعل كمس هنا اخليهم شوف هالا وكم بين الفاعل والفعل اخلي منو الدو نوت او الداز نوت حلو ونحذف الاس لا تنساها ونحذف اس من الفعل لا تنساها اذا ما احذفتها ما راح يطيق درجة كاملة زيب فاني شا سوي حتى انفج جملة مع المضارع البسيط اجع الجملة اذا بيها فعل بي اس اخلي قبله داز نوت واحذف الاس اذا بيها فعل مجرد ش راح اسوي راح اخلي قبله دو نوت هو اصلا ما بي اس يعني مثال اخر يلا خلو نطبق كاتب لك اه الشي او هي يلا هي هي place tense يلا هي place tense ش طالبها منك negative اريد منك تنفي الجملة شلون ننفي الجملة يا شباب ش راح نقول نضع منو لو دو نوت لو داز نوت استاذ ما اعرف اختار دو نوت لو داز نوت حبيبي ما تعبك تعال للفعل اذا بي اس اختار داز نوت اذا راح اقول هي وش اجيب هي منو داز نوت احنا مو قلنا نخلط داز نوت وين نخليهم بين الفاعل والفعل ناسي هاني بين الفاعل هذا مو فعل نزلته هذا مو فعل راح نزله هنا تشوف راح اكتبو نفسو راح اكتب place بلتجو منتلي خطأ داز نوت من اخلي داز هاي الداز من اخليه راح تشيل الاس udding بتقول داز نوت plans ما يستطى تقول داز نوت plans داز نوت plans داز نوت plans داز نوت plane وتكمل tense زين حيني فبشت وقت ما اجت الضز لازم شنسوي نحذف الاس جيد يوسف جيد فاطمة جيد فهي بلاي ستنس صارت هي بلاي جملة اخرى تدربون بيها شي غوز شي غوز توسكول يلا نيكتف تدربوا بيها عالسريع وليت سرعة بالكتابة she goes to school شي سوي راح تتذكر كلامي نضع load or note بين الفاعل والفعل من الفاعل she من الفعل goes اذا الفعل بي اس اخلي does بس من اخلي الدس يسوي احذف الاس شفتش شون فاذن لتحويل الجملة الى نفي جملة المضارع البسيط ها نضع اما good good عاشة الايادي افيا الابطال والبطلات زين هيش اجاباتكم صحيح هسه عرفنا اذا كان فعل بي اس ننفيه بالdoes not وذا الفعل مجرد يعني مثلا هو كاتب لي i play play sorry i play tense هذا تعالي الفعل بي اس لا والله ما بي اس هذا شبيه مجرد هذا عم فيه بدو اقول i do not او تقدر تقول i don't اختصرها i do not play tense i do not play tense طبيعي زين هسه وانا نروح نروح للاستفهام ركزوا اياي بسم الله الاستفهام اسمه باللغة الانجليزية شنو question يعني شنو question يعني سؤال حول الجملة الى سؤال شوانا حول الجملة الى سؤال هم عندي طريقة بسيطة question شن قبل شوية بالماضي المستمر شنو نقول قلنا نحول الوزو الوير بالبداية هسه ما عندي وزو وير لازم اجيب من عندي شا جيب راح اكتب بالبداية اما do واما does بالبداية انا اجيبه من عندي كيف do و does بس المشكلة وين شوكت اختار الدو وشوكت اختار منه الدس خياطة البركالا وسهلا هذا صف الاول ما توسط شبا زي شوكت اختار الدو وشوكت اختار الدس عما تعبك راح ارجع الدس مفرد وهم اقدر اقول لك شنو الدس من تشوف الفعل شبيه فعل بي اس والدو جمع او اقدر اقول لك الفعل مجرد اذا الفعل والفعل هو اللي يحددون زي وراهم شجيب اجيب فاعل الجملة ورا شجيب اجيب الفعل شنو من فعل يصير عجيب وفعل بي اس لا وين ما اجت الدس لازم نحذف الاس اذا الفعل مجرد وين ما شفنا الدس الاس شبيه سلام تنحدف زي فاذا وتكمل اكيد شنو اللي ما اجب ما ننسا علامة الاستفاة علامة الاستفاة ما يصر تنساها ليش لانه مهمة جدا وهي تفيدنا حتى بالتنقيط شباب اذا بدت الجملة مع التنقيط بالدو والداز لازم بالاخير علامة الاستفاة يعني سؤال انت من تخلي الدو والداز بالبداية شي صغير صغير سؤال زي هسا عرفنا شنو قاعدة السؤال ناخد مثال على السريع شكاتب لي كاتب لي they they go يلا ابسط مثال they go to school يريد احولها الى شنو الى question question يعني شنو يعني سؤال شون احولها الى سؤال انا اجي على الجملة دورت اكو الزوار لا والله ما بيها والزوار اذا ما اقدر احولهم لازم اجي من عندي شجيب ااجي على الفعل هذا الفعل مجرد لو بي اس مجرد المجرد شي اختار له اختار له دو اذا راح اقول الدوين اخلي ها ما ننسى شوف قبل الفاعل مو بعد الفاعل لا 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 قبله بالبداية اول شي اخليها اذا ابدي بالدو كتبت الدو ليش دو لان الفعل مجرد انزل الفاعل هس اللي هو منه they do they زين الgo هي اصلا ما بيها اس حتى حذفة تنزل والto تنزل الschool تنزل وبلا اخير اخلي علامة استفعام هيتش لا ملاك خطأ شفتي شون فهس اش صار عندي do they go to school do they go to school هل هم ذهبوا الى المدرسة ليش ما حطت له اس ليش حطت له اس ملاك ما عرف زين هس مثال اخر مو علقو خلنا اخذ على مثال خلنا نقول drive she drives drives ركز لي hair car شا اريدها اريدها question شنو question انت تعرف انجليز يعب تعرف شنو question easy بجي question يعني سؤال حلو ما زال سؤال يعني الفعل المساعد وين يصير قبل الفاعل زين اختار do low does ش راح تقول تقول ما زال bs اختار له does خليت له does بالبداية حلو هاي does جبناها بالبداية من اجيب الدس اجيب بعدها فاعل الجملة منه فاعل الجملة الشي جبت الشي هاي الشي خلصنا منها منظر عندي drive من الجيب هاي تذكر ما زال اكو does she drive good good يوسف does she drive her car good وعلامة استفهم ليش علامة استفهم لأنه سؤال شوان عرفنا سؤال يعني اجت الدس بالبداية من يصير الفعل المساعد ببداية الجملة راح يصير سؤال هيش راح يصير عندنا اثبات ونا فيه واستفهم ناخد جملة نحولها الى اثبات ونا فيه حتى ما ننسى هاي الجملة اي ليش اي خلنا اختار وسام وسام فعل خلنا نقول opens opens the door يالله هذي قريدة سويها نفي 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 شنسوي نضع اما do not واما does not بين الفاعل والفعل يعني راح اقول وسام do not does not bs اذا does not من حطات does not الفعل يرجع مجرد فاقول open ما يصير اقول opens وكمل الجملة اول ما توسط زيب خلنا حول الجملة الى سؤال شنه قاعدت السؤال لازم الفعل المساعد يكون بالبداية do not does does ليش does لان الفعل بي اس نفس الفكرة فجيت خلية does ورا does نجيب الفاعل اللي هو منه وسام does وسام من جبت does شاذذكر انه الاس تنحدث open the door بالاخير علامة استفعال شفتنا شلو اروح وين المثال انا اجيبو لك اشوف وك تقدر تختار لولا من يقدر يجاوب من يقدر يجاوب على هذا السؤال احتيارات برينسس جوز فاطمة جوز خلود جو شوفوا خلاف اهمكم بشغلة انا متفق وياك انه من تجي الدز شي صير بالاس تنحدث فما يصير تختار جوز خطأ الصح جو الصح منه الصح جو عشد الايادي قبل لا نعبر موضوع المضارع المستمر البسيط قبل لا نعبره لازم نتذكر في شي اسمه ظروف التكرار عدفيربس أو فريكوينسي ظروف التكرار شينها ظروف التكرار يا استاذ ادنا خمس ظروف تعدد لي عدد المرات اللي صار بها الفعل ظروف التكرار هاي شو تفيدني ظروف التكرار لدينا خمسة اول ظروف عندنا كلمة always معناها دائما دعنا نعددهم usually usually اسمع اللفظة usually often التي ما تلفظ ما تقول often often sometimes بعض بعض الأحيان sometimes و never أبدا هذن خمسة ظروف always often دحق يوسف قرأته often شفت خطأ often ما يستطيع تقول often حلو الفاعل والفعل هذا موقع حلو النقطة الثانية دليل هي شنهي دليل علشي قولك هذا الكلام جايتك جملة مكتوب بها I always I always لا تقول هذي بها اس هذا ظروف مو فعل I always go شوف القو مجرد ليش لأن ظروف التكرار بين الفاعل والفعل هذا فاعل وهذا فعل هي بيناس بشن يفيدك هذا الكلام شوف 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 شون يفيدك هذا الكلام مثلا أنا كاتب لك she usually she usually play أو she always حتى ما تأبك she always play tense correct الطالب رح يقول صحح الفعل مو شي صح صح البيان قوسي رح يقول أنا أعرف هو برأيه الطالب ذكي يقول الشي تريد فعل بي اس لأن الهي والشي والإت تاخد فعل منه بي اس رح يقول هاي بيها اس فهذا خلي على حاله لا حبيبي لا مشكدة أبدا أنت من عندك always معناها أنت بالمضارع البسيط والمضارع البسيط شي يقول يقول هذا الفاعل لازم وراه فعل لو مجرد لو بي اس حسب منه الاس حسب الفاعل إذا عندك هي شي اسم مفرد لازم الفاعل بي اس الفاعل بي اس فالبليش الصير الصير بليس يعني ما لك علاقة بظرفة التكرار ما يغير كل شي بس مجرد موقع بين الفاعل والفعل فهي كانت بلي أنا سويتها بليس مزيلا فظرفة التكرار مهم جدا نقطة أخرى ممكن يجيك سؤال يقول لك خلي ظرفة التكرار مكانه خلي ظرفة التكرار مكانه يعني مثلا كاتب لك it rains ok it rains in spring ليش هاي سوبر in spring كاتب لك كلمة مثلا منه always حطها بالجملة هاي ال always لازم انت تعرف انه هاي ال always ظرف من ظروف التكرار منو هاي ال always شين هي ظرف من ظروف التكرار وتتذكر كلام استاذ نكتل انه قال لك ظرف التكرار موقع وين بين الفاعل والفعل وين موقع بين الفاعل والفعل منو الفاعل it منو الفعل rains ال always اللي صير بياناتهم فانت تيجي تكتب الجملة مصححة بهذا الشكل it نزلتها rains نزلتها بياناتهم مش تخلي تخلي كلمة always دير بالك منهم ظروف التكرار لازم تعرفون هاي النقطة الاولة بخصوص ظروف التكرار انو موقعهم بين الفاعل والفعل النقطة الثانية منو النقطة الثانية عند وجود ركز وياي بخصوص ظروف التكرار جايح عند وجود منو اسمع از ام ار اذا لقيت بتجملة از ام ار الماضي البسيط بعد ما شرحته عنده وجود از ام ار ظرف التكرار يكون بعدها ظرف التكرار وين يكون يكون بعدها يعني مو قبل هاي مو بين الفعل والفعل اختلفت يكون بعدها بعد الاز والام والار احنا متفقينا نخلي وين بين الفاعل والفعل بس اذا لقينا از وام وار سبحان الله ظرف التكرار وين رح يصير رح يصير بعد الاز والام والار يعني مثال كاتب لك وي ار هذا مثال مهم وي ار ات هوم وي ار ات هوم نقطة نيفر منو نيفر نيفر ظرف من ظروف التكرار يريدك شو تسوي تخليه بتجملة انت حافر قاعدة يقول لك منو يقول لك اذا شف الظرف تكرار خليه بين الفاعل والفعل بس لازم تلاحظ انه ما زال عندك از وام وار ظرف التكرار ما يصير بين الفاعل والفعل خطأ الصح وين الصح انه يكون بعد الاز والام والار فالحل الصح اش راح يكون راح يكون وي ار نيفر وي ار نيفر ات هوم وي ار نيفر ات هوم حلو وي ار نيفر ات هوم جيد فما زال عندي الزوام وار لازم بعدها اخلي ظرف التكرار اي ظرف مو شرط النيفر شفتش شون شباب عفوا 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 دللوا فظروف التكرار شباب لازم تخلونها بين الفاعل والفعل بس اذا عندنا از وام وار راح نحولها وين راح نحولها بعد الاز والام والار فاي سؤال يجيك باز وام وار دير بالك من ظرف التكرار لا تنسى تخلي وين بعد الاز والام والار شكرا انا مدرسة دا استفاد من دروسك على راسي والله اتشرف بكم اتشرف بكم شكرا لهذه التعليقات الحلوة شكرا لوجودكم ان شاء الله ما نقصر مع الكل حياكم الله زين الماضي ما اخذت ام السادة والله بعد ما بدينا به هسا نبدي به ان شاء الله بس نطينا مجال شوية خلنا نتنفس ريلاكس اعتبره بتجيب الماضي البسيط استاذ سؤال تفضل خلنا نرتاح شوية تشوف اسئلتكم شؤتكم انت تحط الاسئلة لا استاذ بيان لا انا حط الاسئلة واذا الله راد راح اجيكم واشرح لكم كريستيان رونالدو جزاكر الله خير يا هلا يونت الاول باشر يونت ثاني والله يجوز اليوم كل شي يصير نشوف الواهس والنفسية زين يا هلا شو اسمه الماضي البسيط اسمه باست سيمبل باست سيمبل قبل الماضي البسيط شباب بس اذكرك بشغله اذا اجاك فعل بي اس بشنو تنفي تنفي بالدز نوت ايش اتفقنا واذا اجاك مجرد بشنو تنفي اهو تحتفل اس لا تنسي اذا اجاك مجرد تنفي بالدو نوت الذكرا نزيلا راح ارجع ترى ها ورا دقيقة راح ارجع زين الباس سيمبل بعد ما طبيت له رجعتك عن المضارع البسيط اش قلتلك اذا الفعل بي اس بشنو تنفي بالدز نوت وش سوي تحذف الاس واذا مجرد بالدو نوت ليش اقول لك هذا الكلام اسمع ليش لان راح يجينا موضوع يشبه هذا الكلام بس نغير حركة واحدة شوفش يقول بما انه هذا ماضي بسيط اذا هو زمن بما انه زمن اذا بي ثلاث حالات منو الحالات ذي اثبات ونفي واستفهام نبدي بالاثبات الاثبات يقول لازم قالي عندي فاعل الانجليزي كله منا الى ساتس اعدادي اول عنصر بالجملة هو منو هو الفاعل ش اسمه الفاعل سبجكت بعد الفاعل نحتاج الى فعل شوفش قد اخلتها ماضي زين سؤال منو يعرف شنو يعني فعل ماضي ووراكي التكملة كومبلومنت زين انتهت الجملة بس فاعل وفعل ماضي وتكملة تدري هاي الكلام من قلت لك فعل ماضي هو هذا المفتاح ما ان الحل يعني انت اذا اعرفت شنو معنا فعل ماضي انت خلصت شنو فعل ماضي شنو فعل ماضي الفعل الماضي ينقسم قسميا ركزوا يعني اكو فعل نسميه قياسي شو اسمه قياسي تقدر تسميه طبيعي تقدر تسميه منتظم خاطر مدرسكم يسميه منتظم شوفش يسميه regular كيفك تقدر تسميه شاذ تقدر تسميه غير قياسي تقدر تسميه regular كيفك اذا لقدنا نوعها لو قياسي لو شاذ الفعل الماضي القياسي هو اي فعل نحوله الى ماضي شلون نحوله الى ماضي منه يتذكر باضافة منه باضافة ايدي يعني هسه اذا انا جبت لك جملة وقلت لك حول لي هاي الجملة الى ماضي تجي على الفعل تحول الفعل ماضي صارت ماضي سبحان الله شلون شلون هاي الجملة اي هاي طبيعية جملة مضارع play تذكر الفعل مجرد play مجرد اي play tense معناها انا العب حاليا انا العب التنس زيان حول ليها الى ماضي ش راح تقول الفعل نفسه ما يتحرك والتنس نفسه ما تتحرك ما عندي مشكلة بيها المشكلة بالفعل اذا اقول لعبته ااجي للفعل نفسه اكتبه play بس شا اضيف له اضيف له ايدي راح تقول بسيط اي فعل احط له ايدي راح يسر ماضي لا هنا المشكلة المشكلة وين المشكلة انه اكو افعال ما يصير تخلي لها ايدي اسمها شاذة هاي الافعال حفظه من المدرس مالك بس اذكرك بيها مثل go اذا حولتها الى ماضي تصير went مثل c اذا حولتها الى ماضي تصير so هاي لازم انت تعرفها مثل drive اذا حولتها الى ماضي تصير drove حلو هسه اكو افعال نحولها الى ماضي شا نسوي لنضيف لها ايدي مثل play هذا played مثل walk يمشي walked مثل watch يشاهد watched هذول القياسيين ما عندنا مشكلة بيهم منحولها الى ماضي شا سوي اضيف لهم ايدي اما الشاذ لازم اني حافظه زين هسه انا اعرفت شنو معنى ماضي وشنو معنى مضارع وعرفت شنو معنى قياسي وشنو معنى شاذ المشكلة وين بعد وين المشكلة شنو الصعوبة بالماضي انا مو قلت لك احتاج الى فاعل بالبداية وبعدين احتاج الى فعل ماضي زين اش مدريني انه هو يريد مني ماضي الجزء لدي مضارع الجزء لدي ماضي بسيط اه مستمر العفو عندك دلائل بالتكمل تلقيهم مثل كلمة last هاي الكلمة تذكر الـ every اللي كانت تدلينا على انه هذا الزمن مضارع وظروف التكرار تدلينا على انه هذا الزمن مضارع الـ last تقول لك ترى هذا الزمن ماضي يدير بالك لازم تحول الفعل ماضي وليستردي يستردي البارحة بعد من وبعد والأغو مو غو أغو أغو أي وغو هذول الثلث كلمات اذا شفتهم معناها انت ترى يريد منك ماضي شيريد منك يريد منك ماضي يعني هسة اجيب لك جملة وخلي لك بها دليل كاتب لك بها I go to school بس I go to school بس هيت انت ما تعرف منك شيريد منك بس اذا كتبت لك I go to school يستردي ركزك على كلمة يستردي يستردي هنا جبرتك انه لازم تعرف انه انا بالماضي شون اعرف من كلمة يستردي كوريكت يلا صاح شو الصحح احنا شدت فاغنة انصح الفعل الموجود بيان قوسيا هذا زياد بما انه عندي كلمة يستردي المعناها البارحة صح وهي دليل على انه لازم حول الجملة الى ماضي صح شو انا حول الجملة الى ماضي القو لازم يصير ماضي اجي اتذكر هين الشغل اذا القو قياسي رح اضيف له ايدي واذا القو شاذ لازم ان يحافظه فبما انه القو شاذ رح يصير went بما انه القو شاذ رح يصير went افتهمنا شلون فاذا I went رح يصير ما يسترد تقول I go I went to school yesterday ذهبتوا الى المدرسة البارحة قد ملاك استاذ انت موشنت 149 شو وصلت 148 يعاد يا ابا شنو زين هس اش صار قدنا عرفنا الماضي شنو الماضي انو نحول الفعل الى ماضي شو نحوله لو نضيف له ايدي لو هو شنو لو هو شاذ لو هو شاذ والشاذ لازم حافظينه يعني مثلا بالشاذ she طبعا الحلو بالماضي ما له علاقة بالفعل الفعل مفرد جمع ما له علاقة she بينقو سيا see her father she say her father last منو اللاست دليل week last week دليل من دلائل منو من دلائل الماضي حلو بما انو انا عندي دليل من دلائل الماضي يقول لي correct كتين صحح شا صحح اصحح البيان قوسيا منو البيان قوسيا see بما انو see شاذ لازم يتحول الى so واقول see so حلو تحول الى ماضي زيان حسا عرفنا شنو معنى الماضي بحالة منو بحالة الاتبات ما عندنا مشكلة وين الروح النفي شنو النفي negative نفس الاسم بس انا لازم اعرف الجملة من فعلها شا اتفقنا صار ادنا نوعية من الافعال ثلاثة العفو اكو فعل بي اي ان جي هذا منو هذا ماضي مستمر واكو فعل بي اس هذا مضارع بسيط ومجرد هم مضارع بسيط صح بقى ان الفعل الماضي هذا شغلنا عليه التذكر قبل شوية قلت لك لا تنساهم اللي راح راجعك عليهم من هم قلت لك اذا الفعل شوف شوف هنا هنا فعل ينتهي باس شنو تنفي بال واذا الفعل وبتحدث في الاس مجرد بدو نات هس اذا الفعل ماضي ننفي بدد نات بس شا سوي هذا الماضي مو شا الماضي ارجعه مجرد ارجعه الى اصلي اذا بي ايدي احذفه واذا هو شاذ لازم شا سوي لازم ارجعه الى اصله مثال قبل المثال خد نكتب قاعدتنا فيه راح نقول فاعل بعد الفاعل شنجيب نجيب دد والدد شنخلي لها خلي لها نات بس من اجيب الدد شون الدز الدد تشتغل شون الدز من اجيب الدد لازم الفعل البعد هش يصير يصير مجرد يعني ما يصير ماضي دير بالك الدد من جت هي بيانت انه هي ماضي زين فاش راح نقول فاعل دد نات مجرد ومنه اللي هي التكمل زين مثال هسا راح نطيك مثال بالبسيط راح اقول لك I played بالماضي I played tense انت جيت للفعل طبعا مطلوب انك negative نفي جيت حتى تنفي هاي الجملة شو مكتوب لك I played tense حول هنا فيه راح تجيب الفاعل اللي هو ال I وشي تنزل دد نات نزلت من ضفت الدد نات شباب من ضفت الدد نات الفعل هذا من تجيب و تجيبه مجرد ما يصير تقول played تقول play حلو I did not فاطمة النات لازم تجيبيني I did not اي اي الاثبات لا اذا تقصد المضارع استاذ تقصد المضارع والماضي والبسيط بالنفس الفعل يكون مجرد بحالات النفي والاثبات لا بحالات النفي والاستفهام بالاثبات لا طبعا بالاثبات بي اس ومجرد المضارع وبالماضي بي اي دي او ماضي حتى اذا ماضي شاه بس بالنفي دائما مجرد سواء مضارع او ماضي دائما مجرد زين واكمل تنس عموما عف التعليقات ركزوا اياي I did not play زين وذا قلت لك I go لو I went اقول لك I went تبصرة حول لي يا هنفي عسي I went تبصرة شرح تقول هي القاعدة شنسوي نضع دد not بين الفاعل والفعل نضع قاعدتنا شنه حفظ لي نضع دد not وين تخليها بين الفاعل والفعل تقدر تقول بعد الفاعل نضع دد not بين الفاعل والفعل ايه ونعيد الفعل ركز الى اصله شون من شننه نحذف الاس نفس الفكرة فسيقول لي I went تبصرة انا رح اقول I القاعدة شنسوي نضع دد not وين بين الفاعل والفعل من الفاعل I ومن الفعل went هاي الwent خلا نزلها قدامك هسه بس من اجي بال دد not بياناتهم مباشرة اجي على الwent احذفها اخلي بدالها مجردها من المجرد مع الwent الgo I did not go I did not باعتبار go to بصر طبعا تقدر تختصر بس انا رحضا فهمك ياها بالطبيعي المحاضرات تنزل يوتيوب اي نعم اي نعم تنزل يوتيوب سوري زين فدائما حول الفعل الى اصله من تنفيه بالماضي البصير بالسؤال بالquestion الquestion شنو السؤال من تريد تحول الجملة الى سؤال شا تخلي نضع شوف بس did المرة بدون not نضع did قبل الفاعل ركز ما قلت بعد الفاعل ولا قلت قبل الفاعل بالبداية قبل الفاعل اوكي ونعيد الفعل الى اصله لا تنساها يعني وين ما تخلي did الفعل يرجع الاصل وين ما تخلي داص الفعل يرجع الاصل ونعيد الفعل الى اصله وما ننسى منه علامة الاستفاهم يعني لدينا سؤال صح له لا علامة الاستفاهم زين فاذا راح نقول راح نقول did بالبداية بعدها منه بعدها الفاعل بعدها منه مجرد هو صح ماضي بس منه جيب did يرجع مجرد والتكملة ومنه بعد وعلامة الاستفاهم شفتشلون مثال she helped her mother هي ساعدت والدتها حول ليها الى question حول ليها الى question جيت انتحد تحولي الجملة do lo did lo does تذكر الجدول هذا هذا الجدول مجرد do ماضي did يلا يلا خلنا نحفظها مجرد do ماضي did يلا شعدنا ماضي يعني شنو did وين ما زال يجدوا سؤال قبل الفاعل خليها قبل الفاعل من الفاعل الفاعل شي من أخلي did هذا تنزل مجرد ما يصير تخليها ايدي الهير تنزل ماذر تنزل زين ماذر تنزل وبالخير منه علامة استفام التبين انه عن عندي سؤال did she help her mother good 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 عشرة الايادي ايج مكون فهمنا ماضي بسيط ماضي مستمر ومضارع بسيط وظروف التكرار زين هذا بالنسبة القواعد المهمة بالوحدة الاولى عندنا but and or حتى مع تعبك من الاخير but and or شون اختصر لكم من الاخير يعني حتى مع تعبك هم دائما يجون ادوات ربط ربط يعني شون ادوات ربط تربط بين جملتين هاي جملة وهاي جملة بين اتهم واحدة من هذول الادوات lo but lo and lo or شو راح اقول لك اذا لقيت فارزة قبل القوس او لقيت not او net او never هذن الثلاث اذا لقيت واحدة من هذن الثلاث او لقيت فارزة اختار لبط خش اذا لقيت علامة استفهام هنا او هنا اختار لor اتاخد screen اذا ما لقيت ذول كلهم يعني لا not ولا not ولا علامة استفهام ولا never ولا كل هاي التفاصيل تختار تختار and من الاخير حتى ما تعبك بهذه السهولة بهذه السهولة لقيت فارزة هاي اول علامة بسيطة تشوف بسيطة علامة فارزة اختار but لقيت not اختار but لقيت not اختار but لقيت never اختار but حلو خلصنا لقيت علامة استفهام اختار or ما لقيت علامة استفهام ولا لقيت واحد من دول مثال 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 i like tea i like tea i don't ركزلي ش لقيت like coffee برأيك ش لقينا راح يقول لك but lo and lo or ش لقينا لقينا net صح هاي net ش اختار اختار بط خلاص اختار بط واطلع قبل ما عندي اي مشكلة زين مثلا do you like coffee do you like منو coffee فراق tea علامة استفهام ش اختار or ما زال عندي علامة استفهام ش اختار or ما لقيت ذول اثنين اختار and تعيش تعيش تمام شباب هاي شنكو خلصنا البث تصبحون على خير تقبت وهس فد شوية ينزل على اليوتيوب قناتي اسمها الاستاذ نكتر حسن اي تفصيلة تقدر تتواصل وياه على هذا المعرف اي 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 تي انست تي كتوك تي كرام كلها بهاي المعرف حياكم الله بالتوفيق للجميع الله يوفقكم جميعا وبالاخير شو نقول قبل لانروح بالاخير اقول لك انت قده للمعلومة هاي القواعد ممكن تنطيك اربع درجات من عشرة بس الحفظيات تفيدك اكثر احفظ انشاء احفظ توصيلات احفظ قطع كتاب ركز على هاي التفاصيل اكثر ما تركز على القواعد لان القواعد هواي يعني غلنا نقول كثيرة ومتعبة ركز على الحفظيات احسن تصبحون على خير